بزخم كبير يمضي الجمهوريون نحو معركة الانتخابات النصفية الامريكية المقبلة زخم سيكون اكبر من السابق في وجه الديمقراطيين هذا ما دلت عليه المستندات المقدمة الى لجنة الانتخابات الفيدرالية وتناولتها صحيفة واشنطن بوست حيث اظهرت ان كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي يحتفظان بمبالغ قياسية من دورة الكونغرس الماضية لكن الجمهوريين ونتيجة التمويل الضخم الذي حصلوا عليه في الحملة الانتخابية فان خزينتهم تجاوزت مكاسب الديمقراطيين مع انتهاء العام 2020 فبالارقام كشفت لجان الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري عن توفير ما يقارب 220 مليون دولار نقدا اما منظمات الديمقراطيين فكشفت عن 176 مليون دولار في الاحتياطات النقدية مع نهاية العام 2020 ومع وجود بايدن في البيت الابيض انهت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي العام الماضي بمبلغ 65 مليون دولار نقدا بينما افادت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عن 56 مليون دولار بحكم سيطرة الديمقراطيين لكن وبخلاف المرات السابقة الحزبان يدخيران ارقاما عالية تنتظر الضوء الاخضر لتتم ترجمتها على ارض المعركة في عقيدة الامريكيين المال هو الحاكم خاصة في مرحلة الانتخابات ولكن في الواقع لا يكون النصر دائما حليف الحاكم بالمال فالجمهوريون خاسروا الولاية الحالية رغم الزخم الكبير في تمويل حملتهم لكنهم لم ينثنوا عن مواصلة السعي بكل طاقاتهم لاستعادة السيطرة وفي المقابل يسجل الديمقراطيون ارقاما قياسية ايضا في الاستعداد للحملات المقبلة رغم تمسكهم بهوامش ضائلة في كل من مجلس النواب والشيوخ بفوارق صغيرة جدا عن الحد الادنى للاغلبية ترجمة نانسي قنقر